كيف كانت المباراة ما بين شوت أول مثالي وشوت ثاني نقول نوعا ما إذا السثنينة العشر دقائق أخيرة هبط فريق المستوى فريق الشباب السياسة العشر هبط فريق المسيح فيه شباب تلك السياسة العشر الهبط وفسأ العشر المسيح فيها شباب ي السياسة العشر المسيح فيه خطفتي ما هو الشباب؟ أفضل كيف كان فيه شقك فيها نفسك ونحن لم يستطيع على فرث 3 حلقات ولكننا نضع جيد وелейشهوا بعض الخطوات ولكننا مجتمع فترة أكثر والناس بحيث سواء لأننا مجتمع جميعنا في الأفرث 3 حلقات أعتele أنه لذلك كان يسعروا بعضت الكثير من خطوات لأننا مجتمع جميعنا في الأفرث 3 مجتمع وأنه لذلك كان هذا لكن بنفس النقطة في المنطقة المقارب طبعاً بالنسبة لبول أنها كانت مباراة جداً بالنسبة للشباب لعب مباراة جداً كان هدفنا التلات نقاط ويمكن كنا ضغطين على الفريق بطريقة بزر ما نشايفين كيف حيث نحن نجيب نحرز أهداف حيث نرجع تاني بها للمباراة للتلات نقاط سببت بعض الهجمات المرتدة علينا بعض الفرص لنادي الاتفاق ولكن إحنا كنا ضغطين إحنا كنا عزين ننهي المباراة صالحنا ولكن في استعجال من المهاجمين Viewers think is that strikers were hurry to score some goals Yeah i mean every strikers' role is to score goals for your team and help them get the tree points As you can see we created lots of chances myself I missed lots of chances and other players It's football, it's not just about who is better it's about the luck. Unfortunately luck was not on our side today but I think we deserve the tree points today رب أقول لك والله هم المهاجمين دائمان طبيعي أنه يجب مهمتهم إحراز الأهداف أو على الأقل إصمعت الأهداف أو مساعدة في إصمعت الأهداف هو بايع كتير من الفرص التي قاتلوا النهاردة ولكن ما كانتش توفيف في صالحه وهذه كرة القدم ولكن هو بيعتقد أنه في الأخير أننا كنا نستحك التلات نقاط النهاردة في الهدف اللي سجل تحرك أكثر من رائع بالنسبة لي أبو بكر أيضا مراوغة للحارس كان في تركيز كبير داخل في منطعه كبير داخل منه لذي أبو بقير إلى الأخير حسنا ما كان هناك وتعطيه وحسنا كان هناك من خمس فأنا بأسطل وقامنا وكانت تركيزها وقامنا في الظرهم بالنسبة لي لعرف كيف يتعب وكرة مهاجمت بك وPS عارس معها كذلك فعلنا نستشعق فكان يجب ان يرديه أسرع وقمنا بحرس سيئل إله وعندما نستحق حظنا كثبت سياء نرى أن نرى كثبتك ومن المترجمات لكي تشعر في المنزل شكراً لك وفي الأخير نرى لكي تشعر شكراً لكي شكراً لكي